الفيزيون العربي السوري جاسوس اسرائيلي يعترف ببعض خيوط المؤامرة على سوريا بظلت تقريبا في السجن منذ ثلث الشهور تم خلال التجنيد الجاسوس الاسرائيلي يكشف كيف شارك في تسهيل اغتيال الشهيد عماد مغنية معلومات عن صيارة معينة وصيارة هي بجير وكفر كانين جمعوا بخطة الاغتيال الشهيد عماد مغنية كيف يعمل الجواسيس تحت جنح الظلام لزرع الفتنة واغتيال المقاومين واغراق البلاد بالفوضع تركيب الناس الناس شو بتشتغل اكثرية الناس كيف رضائف الحياة كيف مستواها كيف شو المجال المهن المتوفر اكثر شي اما بدي حاجة بيعرفه شو اللي بدخل على سوريا وشو اللي بيطلع من سوريا يعني بيستوردوا اسلحة ما بيستوردوا اسلحة انت بتقطع الكهرباء بالميناء انت بتجي الكهرباء بالميناء هم بدهم بس حركة الميناء والسفن الداخلة من اي بلد وشو رخمها وانت وجدت وشو نوع الشحنة اللي وصلت هذا هو الحاكي كل ياته مهم جدا بالنسبة لهم اسرائيل زرعتهم وامننا الوطني كشفهم والتلفزيون السوري يعرض اعترافاتهم السبت بعد نشرة الاخبار الرئيسية اشتركوا في القناة